اذا الاحتفاء بتاع عسين اذا هيكون من اكثر من دولة. نعم. ايضا. هو قام من القامات العربية يعني احنا كدول عربية ايضا لنا نصيب من هذا الابداع. ولدينا مؤتمر يعني في الجديد ان هناك ستة مؤتمرات كل يوم مؤتمر اليوم الواحد. يبدأ من العشرة صباحا وينتقى حتى الثامنة مساء. ويشارك في هذا في كل مؤتمر يعني مثقفون وكتاب وأدباء وأكاديميون من مختلف البدان العربية. يعني حتى يعني حتى طاع حسين. كل جاء من بلده ليتكلم عن تأثير طاع حسين في الجزائر في في فلسطين في الاردن في العراق في سوريا وهكذا. يعني استاذ احمد يعني انا تفاصيل كتير اكيد رح نبحثها مع حضرتك فيما يتعلق بمعرض القاهرة الدولي. يعني نقول كمان ألف مبروك هذا المعرض اللي استمر على مدى سنوات كتير طويلة. ولكن السنة ضيف الشرف للمهرجان هي مملكة الناروج. إذا بدنا يعني يعرف من حضرتك. دي مدى تأثير ضيوف الشرف بشكل عام وعلى أي أسس بتختاروا كل سنة ضيوف الشرف. مصر الثقافية تحاول أن تفتح ليست نافذة واحدة ولكن نوافذ عديدة على الآخر. نعم. هذا الآخر الغربي. صحيح. الذي لا أراه متفوقا علي. طبعا. أنا متفوق كعربي بثقافتي بفكري بديني. طبعا. بما أحمل من من ثقافة وفلسفة وكذا. ولكن لابد من هذا التواصل يعني بين بين مصر وسوعة. قولنا نذهب إلى دولة إسكندنافية مثل النرويج هي دولة صغيرة. ولكن الثقافة والشعر فيها. أنا يعني زرت عديد من دول إسكندنافية. الثقافة السويد، الدينمارك، النرويج فيها ثقافة وفيها الشعر أكثر بكثير من دول كبيرة للأسف يعني. وأيضا هناك حوالي خمس أو ست حصلوا على جوائز نوبل في الأداب. آخر من حصل فاز بجهزة نوبل عام ٢٠٢٣. في أكتوبر ٢٠٢٣. يعني قبل أشهر. فكانت فرصة أن نستضيف البلد الذي كان يلفوسه الروائي. طبعا أنا عايز يعني أرد على السفيرة النرويجية في القيرة. هي قالت أتمنى في المؤتمر الصحفي أتمنى أن يترجم أن تقوم مصر يعني أو أي دولة عربية بترجمة ينفوسة إلى العربية. وأنا أقول لها إن مصر قد ترجمت مصر وسوريا قد ترجمت ينفوسة قبل حصولي على نوبل بحوالي ثلاث أو أربع سنوات. فأيضا فعلا هم يعني دعوا النرويج دعت عدد من الكتاب والأدباء يعني صاحب الروايج الشهير عالم صوفي موجود بيننا في القاهرة. عدد من الشعراء ومن الكتاب والمستعربين الذين يعني يدرسون الأدب العربي ويشاركون معنا بشكل يومي وأظن أنه يعني حدثت اتفاقات مع عدد من دور النشر المصرية والعربية لترجمة أعمال من النرويجية إلى العربية وهنا في مصر على الأقل أنا أعرف أنهم يترجمون عن النرويجية مباشرة. ترجمة نانسي قنقر